ومعنا أحد مشيخ محافظة الأنبار العراقية الشيخ صباح سطام الشيخ صباح أهلا وسهلا بك على سكاي نيوز عربية عدم موجود رؤية موحدة للإصلاح بين حكومة العبادي والأحزاب السياسية إلى أي مدى تفاقم الخلافات في المشهد العراقي برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة كنا نتمنى ونأمل أن يكون العراق في ركب الدول المتقدمة والمتطورة بعد الاحتلال الأمريكي بعد عام 2003 ولكن لي شاهدنا أنه زالت الأمور تعقيدا وسوءا وأصبح الفساد مستشري في كل مفاصل الحياة وأصبحت الدولة عبارة عن كونتنات وميديشيات وأحزاب تشتغل لمصلحتها فقط الفساد بسؤول عنه الحكومات المتعاقبة بداية من حكومة 2003 إلى حكومة العبادي ما إجت حكومة وعالجت فساد كل الحكومات زادت الفساد التي أدتها للحكومة السابقة نحن كمواطني كشعب حقيقة لم نشاهد أي خطوة إصلاحية حقيقية كل ما أعلن عنا العبادي بالفترة الماضية هو ترقيعات لا تسمن ولا تغني من جوع ما هكذا للإصلاح والهم جميع الكتل مختلفة على مصالحها وعدهم لجان اقتصادية في كل كتلة والمسؤول يأتي حتى يخدم كتيتها ويخدم مصالحة البلد شيخ صباح لماذا لم يتقدم العبادي في موضوع مكافحة الفساد أعلن عنه منذ أشهر ولكنه انطلق بسرعة وخبى بسرعة أيضا لماذا لم يتقدم العبادي في ملف مكافحة الفساد بتقدير أن العبادي لا يستطيع أن يكافح الفساد لأنه كثير من الشخصيات والكتل أقوى من العبادي أقوى اقتصاديا وسياسيا وممكن أن يقيلوه فما أصدر أن العبادي قادر على إحداث أي تغيير في الأمور حاليا مستشرة في البلد طيب العبادي اقترح تعيين وزراء تقنقراط يحلون محل الوزراء الذين عينوا على أساس انتماءات سياسية هل ترى أن هذا الحل يمكن أن يحل الإشكال الموجود حاليا بتقدير أنه لا يحل أي مشكلة ستتبدل وجوه وأسماء وتأتي وجوه أخرى ولكن تنتمي إلى كتل معينة ونفس الأسلوب ونفس إدارة الدولة وما سيكون أي تغيير وهذا الموضوع سنعكس على العبادي شخصيا طيب الصراع اليوم يشتد بين مقتدى الصدر والعبادي هل تعتقد أن هذه الخلافات المعلنة تأكس حقيقة الواقع برأيك طبعا كل الأمور التي تحدث في البلد من 2003 إلى اليوم هي عبارة عن خلافات سياسية وخلافات سياسية عكست على حالة الشارع خلافات بين التلاف الوطني اللي كلها شيعة وهم زمام الأمور والدولة بيدهم ولكن الخلافات بينهم قادت البلد إلى ما نحن عليه فالتغيير يجب أن يكون بالرجوع إلى العراق الواحد إلى عراق موحد تقود كل الكتل وكل المكونات ولا يكون إقصالي أحد ولا يكون تهميشت أحد هناك تبدأ المكافحة الحقيقية للفساد ولكل أمور تأخر بالبلد طيب الصدر لوحة باقتحام المنطقة الخضراء إذا لم يتم الأخذ برؤاه في ملف الإصلاح إلى أي مدى سيذهب ربما الصدر في تصعيده هذا أنا أسأل السؤال سيد الصدر على شنو اعتمد حتى يدخل شنو القوة عنده جيش العراقي لول ميليشيات إذا الميليشيات فهذا الكارثة الكبرى نحن نريد بلد يكون إلى جيش عراقي قوي لكل عراقيين أما أنا عندي قوة عندي ميليشيات أقتحام المنطقة الخضراء والآخر يقتحام الأنبار والآخر ديالة الحجد الشعبي الذي صار هذا والقتل الذي صار بالديالة في الأنبار وفي صلاح الدين ما هكذا تدار الأمور ولا هكذا تعالج المشاكل نحن تقديرنا لكل الشخصيات ولكن يجب أن تكون هنا قوة للبلد قادرة على إحقاق الأمن وإعطاء كل يضيح حقا حقا بدون جعجعة سلاح وبدون هذه الأمور ستأدي إلى مذبحة بالشوارع وإلى حرب أهلية طيب وأحنا حقيقة أحنا متخوفين من هذا الأمور متخوفين جدا على ذكرك للميليشيات شيخ صباح العبادي كان أشار إلى أن ميليشيات الحجد الشعبي ستشارك في معركة الموصل المرتقبة الرمادي تم تحريرها كما نعلم جميعا من دون الحجد الشعبي لماذا يصر رئيس الوزراء العراقي على إدخال الحجد الشعبي في هذه المعركة؟ هو يتعرض إلى ضغوط كثيرة من إيران ومن البجامع المسلحة الميليشيات وبتقديري أنه لا يمكن أن تدخل الميليشيات في تحرير الموصل وإذا دخلت راح تكون المصيبة كبرى وراح أهل الموصل الباقيين واللي خارج الموصل راح يتعرضون إلى مذابح وانتقامات كل اللي قامت بعصابات داعش الإرهابية سوف تكمله عصابات عصابة الحاق وبدر والأخرى كل هذه المنوضة تحت الحجد الشعبي فنرفض كل هذه الأمور نرفضها نرفض الحجد الشعبي نرفض كل الدخول الميليشيات نريد جيش عراقي نموذجي يدخل لحرير الموصل لأن أهل الموصل بحاجة إلى الأمر اللي حدث بالرمادي يحدث في الموصل كيف ستتعامل العشائر السنية شيخ صباح في حال ما دخلت هذه العناصر عناصر الحجد الشعبي إلى الموصل ما هو موقفكم وكيف ستتعاملون مع هذا الأمر حقيقة يعني عشائر الموصل عشائر عربية نجيبة وقادر على الدفاع ولكن نحن نتخوف أنه تصبح المأساة مأساتين مأسات داعش وبعدين تلحقها مأسات الحشد وهذا ما رح يرجع للعراق بأي شي جيد ولكن بالأكس رح قسم كثير من الناس تتمنى إصابة داعش وغيرها حتى تخلصهم من الحجد الشعبي طيب وأنت من مشايخ الأنبار الشيخ صباح لو تطلعنا عن الوضع في هذه المحافظة كيف ترون الأوضاع في هذه المنطقة سواء على الصعيد الإنساني وحتى على الصعيد الأمني الصعيد الإنساني حقيقة لحد الآن ما تغير بقى العالم يعني مهجرة المدينة ثمانين بالمئة من نرمادي مدمرة حالياً أكون معالجات هزيلة تكون بها المحافظة والوقف السني ولكن نحن حقيقة سمعنا قبل يومين أنه جلالة الملك سلمان بالعبد العزيز أوصى بتقديم منحة أو دعم الأنبار هذا تأويننا حقيقة تأويننا على هذا الأمر ولكن لا يكون تأوين على الدولة لأن الدولة خزينة فاضية وأسعار نفط منخفضة وديون ثقيلة فالوضع الأمني حالياً يعني ديت عالج ولكن الوضع الخدماتي والوضع الإنساني حقيقة تحت الصفر وأحنا من خلال شاشتكم أحب أن أطرق إلى موضوع أنه أحنا حالياً ننظر إلى المجتمع العربي مجتمعنا العربي أحنا جذورنا عربية والعراق كان منبع للأمة العربية وكان قلبها النابط فأنا من خلال شاشتكم أناشد كل القوى العربية ودول الخليج ودول العربية الأخرى لدعم المناطق المحررة المناطق السنية وتخليصها من داعش وكلام الشيخ خليفة بن زايد قبل يومين حول مقاتلة داعش والحشد وجميع الأرهاب بكل أنواعها هذا الموضوع الذي نريد أنه يكون كل العالم يعمل عيب جدية حتى نخلص من هذا الأمر ونخلف ظهورنا ونبدأ بتكوين عراق موحد عراقوي يليق أهل العراق وأهل الأنبار وأهنينه وباقي مناطق العراق الأخرى شكرا شيخ صباح سطام الرسالة وصلت أحد مشايخ محافظة الأنبار العراقية شكرا جزيلا لك